أنت روائية وفي وقائع في التاريخ إلى أي مدى تقتربي أو تبتعدي عنها؟ ده سؤال مهم جداً وسؤال صعب أنا أولاً ببصن نفسي كروائية وكباحثة ففي أمان علمية أن أحاول أن أكتبشي حاجة فيها تزوير للتاريخ يعني لو أنا جبت حاكم معروف عنه أنه كان حاكم عادل وأنا جيب أنه كان ظالم فدي تزوير واضح للتاريخ أو موقع حربية حصلت حد انتصر فيها فأنا جيب أنه وانهزم ده تزوير للتاريخ واضح وصريح فأنا شايف أن أنا من الأمانة العلمية أن أنا أحاول أن أنا أبحث عن الحقيقة وأعبر عنها في الكتابة طبعاً سيبقى فيه عنصر خيال يعني لا تخالفي حقائق التاريخ ما ينفعش لكن تدخلي الخيال فين؟ الخيال طبعاً في الشخصيات يعني إحنا عندنا مثلاً حدث تاريخي حصل طيب لحد ما وصلنا للحدث ده إيه صراع النفس اللي حصل جوة الشخصية؟ الشخصية دي اتخذت هذا القرار إزاي يعني مثلاً لما نيجي لحد في اسكندرية ثورة أو الثورة اللي قام بيها الصيادين في اسكندرية في رواية القطائع وهي ثورة حقيقية ضد يعني الحاكم أو الحاكم في اسكندرية في الوقت ده طيب هو إزاي وصل إن واحد يبقى عنده الشجاعة إن هو يكون بهذه الثورة وليه عمل كده؟ وإزاي هو قدر يتعامل مع أحمد بن طلون اللي هيبقى بعد كده هو حاكم مصر الفعلي يعني عشان ينهي هذا الظلم الواقع على المصريين فديكة كلها بالنسباني أنا بحاول إن أنا أخش أكتر أو أتعمق أكتر في الشخصية عشان أعرف إزاي هتتخذ الموقف ده فزي ما يكون واحد كده بيحل لغز يعني يعني بناءً على هذا الكلام إنه لابد أن ندرك أن هناك فرق بين الروائية طبعاً وبين المؤرخ طبعاً طبعاً جداً ممكن نختلف مع كثير من مفردات أو وقائع القصة صح ففكرة المؤرخ والكاتب يعني نقرأ التاريخ من المؤرخ ومن المؤرخ الذي يعني نعرف عنه الصدق إنه هو متأثرش بأحداث سياسية معينة لأن برضو إحنا مؤرخين بنقدمين على فكرة على مر العصور وفي كل بلاد العالم وفي تأثيرات بتحصل سواء كانت تأثيرات سياسية أو حروب يعني ما نيجي نقرأ الحرب العالمية الأولى أو التانية لو قرينا كل المعلومات عنها من أمريكا أو من إنجلترا ما إحنا كده برضو مش جايبين كل المعلومات صح فيه طرف انتصر وفيه الزبط فمحتاجين نحن دايماً نقرأ التاريخ من منظور مختلف من زوايا مختلفة عشان نقدر نفهم أهميته فدايب ده التاريخ الحقيقي يعني نحن نحاول ندار عليه أو لو كان فيه يعني كلمة تاريخ حقيقي لكن الرواية هي بتبقى وجهة نظر الكاتب فممكن كاتب يعني غيري أنا يقولك لا دي رواية أنا من حقي أن أنا أغير الأحداث التاريخية يعني فيه كاتب ويقولك دي رواية أنا ما قلتش أنه ده كتاب تاريخ أنا شخصياً محبش أغير الأحداث التاريخية اللي هي واضحة أو لو بكلمة شخصية حقيقية أحب أن أنا يعني على الأقل أكونا اكتهت في البحث عن تلتزل حقائق التاريخ بس ده ده رأيي الشخصي لكن حتى نموكن يقولك دي رواية فمن خاين أنا أغير شكراً لكم